ولأن الاقتصاد أنضج أسباب المتغيرات بعناوينها الأمنية والسياسية عزى مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى عدة أسباب أبرزها تأخير تشريع قانون الموازنة والإنفاق العالي بالعملة العراقية من قبل المواطنين والتجار والحكومة وأشار إلى أنه بعد التصويت على قانون الموازنة وتثبيت السعر الرسمي ستشهد الأيام المقبلة خفاضا تدريجيا بسعر صرف الدولار لحين الوصول إلى السعر الرسمي وتشهد أسعار صرف الدولار أمام الدنار العراقي ارتفاعا بشكل ملحوظ في ظل معركة يخوضها السوداني لخفض الأسعار محليا بإجراءات من البنك المركزي العراقي وأخرى تتعلق بمكاتب الصيرفة والمصارف الأهلية